تسعة وخمسين وأنا بفتخر أنهما في تسعة وخمسين اتلقوا تدريبات عالية في مكان لكن هو تحفظ المراقبة الجوية اللي ممكن أكون أنا أتفهم ده أنهما كانوا مفروضوا يبقوا ماشيين في نفس الطريق اللي بيمشي فيه أي حد ما يبقاش في حد عنده ميزة نسبية عن التاني ودائما لما بتخلق في قطاع مميزات نسبية لأفراد على حساب أفراد لو كان المعارة الكفاءة ومعارة العمل هو اللي بيسود بالتأكيد هتبقى النتائج أفضل لكن لما تبقى فيه ميزة نسبية الشخص التاني بيه شعر بالإحباط طب يقولك ليه أنا ما حصلتش على نفس الميزة وعلى فكرة مش في المجال الجوي بس دفقية كل مجال وده اللي احنا شايفينه دلوقتي في الاعتصامات والمشاكل اللي بتتصع احنا الفعلا اللي بتتمنى يعني احنا مصريين ولنا حق نقول اللي بتتمنى أنه فعلا فيه مفروض يبقى فيه إرجاء للمطالب الفقاوية أنا متفاهم تماما أنه كل قطاعات العمل في مصر بتكلم على المستوىات الدولة اللي هي الإدارات اللي هي ما هيش قطاع خاص ما هيش شركات مستمارية كبرى بالتأكيد يعني مرتبات محدودة ولا تتناسب مع مستوى المعيشة الحاصل لكن الضغط على الحكومة والضغط على البلد في هذا التوقيت بهذا الشكل ده بيعمل حملية إرباك كبيرة جدا جدا يعني عندنا النهاردة كل الموارد الحقيقية اللي بتشكل يعني تسعين في المية أو سبعين في المية من إيرادات الدولة المصرية الاقتصاد المتوقفة يعني عندك السياحة نهاردة كانت بتشكل عنصر كبير جدا جدا مش موجودة المصانع الكبرى سواء القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو قطاع الدولة يعني بتشتغل يعني معتقدش بتشتغل بالطاقة القصوى نفس الوقت تحولات المصريين اللي عاملين في الخارج إيرادات المطار مطار قهار الدولة غير السياحة المطار ده أساسا أو شركة من القهار الجو أو كل المطارات المصرية فيها خدمات مساعدة كتير جدا غير السائح اللي بييجي انت بتاخد من شركات الطيران بتاخد من الطيرات العابرة للمجال الجو بتاخد من الخدمات المعاونة في المطار فكل ده متوقف نعم وبعدين أصبحت يعني المظاهر الفقاوية يعني أصبحت بدأت تؤثر على الشكل الحضار اللي ثورت 25 ناير بدأت تشكل عنصر ضغط يعني فيه نوع من مش عايز أقول انتهازية لكن عارف استخدام الحق المشروع في توقيت غير مشروع يعني نهارده أساسا لو أنا كل الناس بتتظاهر وكل ناس بتطالب طب خزانة الدولة هتجيب منين يعني منين ممكن فعلا والله أساس ماير أنا من حوالي كم أسبوع قلت يا جماعة نكتب ورقة نكتب ورقة عندنا مشكلة مع القطاع الجوي عندنا مشكلة في القطاع الصناية عندنا مشكلة في المشهر الفقاوية عندنا المعلمين عندنا الأطباء عندنا المتاع تعالي نعملهم جدول تعالي نعملهم جدول الشهر ده هنحل مشكلة كذا الشهر الجاي هنحل مشكلة مين الشهر التالت هنحل بلا الشهر الأسبوع ده هنتكلم مع الناس دول أو هنتكلم خلينا نعملها جدول هو حتى على مستوى المسؤول بدأ ما نعمل وقفات ونبوص بلاتنا هذا بتشكل إرباك حقيقي يعني النهاردة فيه عناصر كتيرة في الحكومة يعني هي أساسي كانت بالتعريف الراديكالية أو ناس ثورية أو ناس ضد نظام يعني الدكتور جدعب خالق ما هو رجل طول عمره ورجل في المعارضة هو حاليا في مكان صنع القرار بيواجه مشاكل حقيقية الدكتور حزم الببلاوي وزير المالية ما هو ما كانش مع النظام وغير وغير الدكتور عصام شرف كل الناس يعني لكن أساسي ما عندهمش فرصة العمل الحقيقي لأن النهاردة عشان تشتغل وعشان تاخد قرار مغير ضغط ده محتاجة وقت محتاجة تدرس المشاكل الحقيقية تفكر زي هتوفر موارد عشان تحقق تلبي رغبات الناس لكن أنا النهاردة لو كل الناس نزلت في الشارع وفتوا قدام الوزارات قطعت الطرق يعني النهاردة ايه علاقة يعني علاقة اللي مثلا حادث مروري مثلا يخلي الناس يقطعوا الطريق مثلا يعني يعني ايه علاقة ده يعني النهاردة لما بقى قطعوا الطريق حضرتك بتقول انت المطار فيه ناس قاعدوا خمس ساعات عندهم مرض الالف في الطيارة ومعني ممكن في المطار فيه خدمات طبية وفيه رعاية صحية حضرتك مش عارفين ولا يطلعوا يعني اه سيقول لحضرتك اكيد طبعا عارف ده بيحصل ارتباك غير متوقع تعرف تكلم الصالة المطار او اي مكان لطاقة السعابية يعني المكان اللي احنا فيه ده ممكن هستوعب مثلا خمسمائة شخص اقصى اقصى حتى خيل حضرتك لو موجود تلت تلاف شخص سيتحركوا ازاي يعني تلت تلاف في مكان او خمس تلاف او ثمنت او عشر تلاف مسألة صعبة صعبة جدا ازيز العزيز وصلوا لايه انا عرفت انه هو فضوا الاعتصام ولا فضوا لا امبارح طبعا فض الاضراب الاضراب هو تم الوعد ان هو الوزير وعادهم انه سيعيد النظر في المطالب المالية وهم المرأبين الجوين عندهم احساس وطني بالفطرة يعني اساسا هو بيعمل عملية كان عامل ضغط لكن في النهاية ما بيقدرش هو اساسا ما بيقدرش يعني حاسس بالمسئولية بيقدرش يكمل لانه عارف ان ده نتائجه عكسية جدا جدا مش معنا ان احنا سبعمية وان احنا ندرة ومنيناش بداء الحقيقية وصعب حد يمارس نفس المهمة غيرنا يعني يبقى ده صف مصلط على رقب لا هم ليهم مطالب مشروعة هم بيشتغلوا في ظروف صعبة جدا جدا طبيعة العمل يعني وفق القياسات ووفق التقرير الطبية بتبقى لها تأثير على العمار بيادة لا لكن اساسا بتعرض لظروف صحية صعبة جدا بيشتغل ثلاث ساعات تحت اقصى درجات التركيز يعني فبالتالي هم بيقولك احنا وما يقدرش يشتغل اي شغلنا تاني يعني ممكن اي حد فينا يبقى عنده شغلة اضافية لكن هو ضبط المرأب الجوية ما ينفعش يشتغل غير شغلنا دي لانه بيبقى عنده شفت الصبح او يبقى الظهر او يبقى العاصر او بالليل دورة عمل نعم يعني دورة عمل متفرغ لها تماما يعني فهم افضوا الاعتصام مبارح وما كانش يقدر يستمر اكتر من كده كده تبقى معنا كده خلاص ممكن يعني مصر يبقى اغلاق المجال الجوى المصري وخلاص يتحول كل الحركة الجوية عندك مبارح تم فضل الاعتصام وتم الوعد ان هما سوف يبحثوا مسألة المطالب المالية للمرأبة الجوية والمهندسين الجوية وكل اللي عاملين في قطاع السلامة الجوية ونتمنى ألا يتكرر ونتمنى ان برضو المسؤولين نتمنى السنة الجاية مالا ايش نفس المشكلة تحصل ياريت والمسؤولين يستوعبوا حجم المشكلة الحقيقية تمام كل مؤقتة كل مرة تحصل الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر مقلد نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام شكرا جزيلا لحضرتك فان انا بشكرك سوعة الخير شكرا شكرا ده كان يومنا النهار ده وبكرة يوم جديد في نهارك سعيد من تسعة لحد عشر نهارك وسعيد